تحتفل البحرين في الخامس من شهر فبراير من كل عام بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين تحظى هذه المناسبة بمكانة عزيزة في قلوب كافة الموطنين وذلك احتفاء بتأسيس مؤسسة وطنية عريقة حققت الكثير من الإنجازات في شتى المجالات أهمها الدفاع عن حياد الوطن واستقلاله وأمنه والذود عن أراضيه الخامس من فبراير هذا التاريخ الذي شهد ولادة مؤسسة وطنية عريقة حققت الكثير من الإنجازات في شتى المجالات فمنذ ثمانية وأربعين عاماً وقوة دفاع البحرين تعتبر الدرع الحامي لثوابت الوطن والسياج الواقي لمكتسباته الحضارية فقد قامت بتنفيذ أدوارها باحترافية وكفاءة شهد بها القاصي والداني وأثبتت في أشد الأزمات أنها جيش محنك محلياً وخليجياً وإقليمياً قوة دفاع البحرين حققت نمواً مضطرداً في مختلف أسلحتها لتكون على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمن الوطن وسلامته والحفاظ على ما حققته المملكة من منجزات حضارية وامتدت جهودها لخدمة المواطن البحريني من خلال دورها التنموي المتزايد كما قامت بدور إنساني عظيم دولياً بالمشاركة في الأعمال الإنسانية والإغاثية في المنطقة والعالم ولا شك أن هذا النجاح لم يتحقق بين ليلة وضحاها فقد كان نتيجة جهد كبير وتخطيط سليم برعاية وإشراف مباشر من جلالة الملك المفدة الذي تولى قيادة قوة الدفاع منذ نشأتها عام 1968 حيث قام جلالته بالتخطيط لبنائها وفق أحدث أنظمة بناء الجيوش الحديثة وأحدث النظريات العسكرية سعى جلالته لخلق قوة مؤهلة قادرة على النهوض بدورها الوطني الهام فوضع الخطط لانخراط أبناء الوطن في سلك العسكرية ووضع البرامج لتدريبهم داخل البلاد وخارجها وعمل على توفير الأسلحة والمعدات والتجهيزات والمباني الإدارية ومنشآت التدريب والإشراف المباشر على تنفيذ هذه الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف السامية والعظيمة التي جند نفسه لإنجازها ففي مجال التدريب والإعداد تحرص قوة دفاع البحرين على كل ما من شأنه النهوض بالتدريب العسكري لواكب مسيرة التحديث الشاملة في شتى وحداتها وأسلحتها ومعداتها وتجهيزاتها القتالية والإدارية القائمة على التخطيط العلمي المدروس وتقوم قوة الدفاع بتنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الجاهزية القتالية لدى منسوبها وتبادل الخبرات والمساهمة في تعزيز قدراتها ومنظوماتها الدفاعية كما تسعى قوة دفاع البحرين إلى توفير أحدث برامج التقنية الحديثة والأجهزة المتطورة التي تسهل إجراءات العمل وترفع من كفاءته وتلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تأتي مشاركة قوة دفاع البحرين في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل عام 2015 استجابة لطلب السلطة الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة لا صوت يعلو فوق أزيز رصاص الحق فها هو الجند البحريني أثبت إخلاصه وتميزه في كل ميدان عمل يشارك فيه حتى ولو كانت روحه ثمنا لذلك سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين